اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يجوز ان نتعداهم لا يجوز ان نتعداهم يسعون ما نسعون ما وصعهم ولذلك نأنصح لأخوان الموجودين الآن من طلبة العلم وغير طلبة العلم ان يكفوا عن السؤال فيما يتعلق باسماء الله وصفاته عما كفى عليه عنه الصحابة رضي الله عنه فوالله انهم لخير منا وان الذي يتوجه السؤال اليه في وقتهم خير منا فعلينا ان نقل لبنى ذهل التكلم نقول كما قال الله عن نفسه الله نور السماوات والارض انك اذا سلكت هذه القاعدة ونهجت هذا منهج سلمت سلمت عقيدتك من شكوك واوهام وسلمت من اتباع الهوى او القول على الله بلا علم فنصيحة لكم ولمن يستمع الى كلام هذا ان يتقي الله في نفسه وان يتجنب كل ما تجنبه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الكف عن السؤال فيما يتعلق باسماء الله وصفاته والصحابة رضي الله عنهم قد وفوا في المقصود والله عز وجل قد اكمل لنا الدين ولو كان شيء نحتاجه الى سؤال وتوضيح لوفق الله تعالى من الصحابة من يسأل عنه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم اهل المدينة يستحيون ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من اشياء حتى يتمنوا ان يأتي رجل من العراب يسأل عنه فيقيض الله تعالى من يسأل عن الشيء فيجيب عنه رسول عليه الصلاة والسلام حتى سأله رجل اين كان الله قبل خلق الصلاة والسلام الى الحد فاجابه النبي عليه الصلاة والسلام اجاب لو كان شيء مما تعلق بالدين يحتاج الناس اليه لقيد الله تعالى من يسأل عنه فكفة عما كفة عنه الصحابة اترك هذا التقيير يجي واحد متحذلق متعمق متكلف يقول كم اصابع الله مثلا سبحان الله انت مكلف بهذا عليك ان تؤمن بما جاء في كتاب السنة من صبات الله وصف قال الامام احمد لا نتجاوز القرآن والحديث ونصف الله بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوز القرآن والحديث نعم